موسيقى بالنسبة للنشأة طبعا نشأتي في البحرين التخرج من مدارس حكومية مدرسة خول البنات أولا ومستحيلا ساغا وبعدها جامعة البحرين كنت يحرر فين في مكان الولادة والنشأة ومتحدثتك صغيرة في القضيبية في القضيبية نعم نشأت في القضيبية والتحقت بمدرسة خول البنات وتخرجت منها وبعدها التحقت بجامعة البحرين وفي جامعة البحرين تخصصت أول ما تخصصت في الكمبيوتر ساينس نعم وتخرجت بتفوق الحمد لله من جامعة البحرين وقدمت في جامعة جورج واشنغتن في واشنغتن دي سي وحصلت على قبول من الجامعة ووداني الوالد واشنغتن دي سي على أساس أن في ذي الفترة كانت خالطي فاطمة هناك موجودة لأن الأهل تقليدين فما ودوني إلا إلى مكان في ناس من الأهل على أساس أن يتحملون فيني فقمت بالدراسة هناك للماجستير في علم الذكاء الاصطناعي في سنة تسعة وثمانين تسعين رجعت بشهادتي في الذكاء الاصطناعي هنا في البحرين ما كانوا يعرفون شنو درست وشنو علاقة ذبري بس تفهموا أنه هو كمبيوتر فحطاني في قسم الكمبيوتر ساينس نعم تحثت بجامعة البحرين كعمل لمدة سنتين بعدها تزوجت تركت العمل طلعت من الجامعة تفرقت للأولاد إلى أن وصل ولدي لصغير عمر السنة واحدة ورجعت لجامعات البحرين طلعت يعني أنا عايز حضرتك النقطة هي التحق حضرتك بجامعة البحرين التخصص اللي حضرتك اخترتيه كان هل حضرتك كان قناعة إن حضرتك عايزة هذا التخصص هل موضوع البرمجة والتقنية هل من حضرتك وانت صغيرة مثلا موضوع في بالك شغلك أو يعني في العادي البنت أو الفتاة تختار يعني تخصص يعني يكون مش هننسى بس هي تخصصات المعروفة أتوقعت برمجة والتكنولوجيا وقتها أنا بالنسبة لي كنت من الصغر أحب مادة الرياضيات والفيزياء بالذات فالوالد الله يرحمه كان يشجعني دائماً على الهندسة لأنه هو يحب يستثمر في المباني فكان يبني مباني ويأجر ويبيع فكان يقول لي أنت اشتغلي مهندسة حتى ترسمي المباني لأنا ابنيها بس كان في مشكلة صغيرة أن جامعة البحرين كان عندهم تخصص الهندسة المدنية وليس الهندسة المعمارية ما كانش لسه ما ظهر في الجامعة لحد حين فصارت عندي مشكلة وأنا ما أبقي الهندسة المدنية لأنه لم أكن تعجبني أسلوب دراساتها فاخترت المادة الأقرب اللي حسيت أنه مشابهة اللي هي علم الحاسب الآلي وعلم الحاسب الآلي أيضاً قوي في الرياضيات فلقيت في عشقي للرياضيات يستمر مع البرمجة يعني حضرتك لقيت أن البرمجة والتقنية في هذا الوقت بديل للهندسة المعمارية مثلاً نعتبر مثلاً هذا مشابه لأنه كان هندسة علم العلوم الحاسوب في جامعة البحرين في ذاك الوقت كانت في كليات الهندسة نعم فكانت كل مواد الافتيارية مواد هندسية طيب ولا حضرتك بدراسة الرياضيات والفيزيائية نعم نعم طيب نكمل بعد كده حضرتك التخصص حضرتك درستي حصلتي على الماجستات من أمريكا نعم وتخصص الزكاء الاصطناعي ليه حضرتك اخترت الزكاء الاصطناعي بذلك؟ أثناء الدراستي في جامعة البحرين أعطونا الدكاترة مثل المشاريع الاختيارية ضمن واحد من المواد نحن نروح نبحث عن آخر المبتكرات في المشاريع الاختيارية ونحن نسوي مثل البرزنتيشن عنها فواحد من الصف اختار مادة الذكاء الاصطناعي وبالذات برنامج لبرولوغ فعرض علينا جزء من البرنامج وكان فرحان جداً انه هو يقدر يشق الله البرنامج ويسأل البرنامج عن عواصم مدن والبرنامج يجاوب بعواصم المدن نعم قلت له أكيد أنا بلقى ثغرة في البرنامج قال لي مستحيل تقرين تنقيم ثغرة في البرنامج هاي مرن برنامج ذكاء الاصطناعي وتوهمه بتكرينه وكذا 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 قلت له خلنا تشوف الجهاز قعدت أمام الجهاز دقيقتين سألت سؤال فشل في الجواب يعني هي طالعت واحدة من صديقاتي قلت له هذي مجالي اوكي يعني كان تحدي زميلة حضرتك هو الوراء انتحاق حضرتك انا قلت له انه اقدر يعني اقدر انقى ثغرة في البرنامج اه تمام هو قال لي مستحيل فيعني حسيت انه نوع من التحدي انا يعني شو مستحيل ما فيه مستحيل ممتازف فخلان دقيقتين عرفت الثغرة فقلت حق زميلة يعني كنت هدور شيء احس انه ضمنه كمبيوتر ساينت اللي احس انه فيه تحدي لي يعني حضرتك تكلمي على الماجستير كان سنة كام تقريبا الماجستير ابتديت يناير تسعة وثمانين اه يعني احنا بنتكلم على اكتر من تلاتة وثلاثين سنة هنت اعتقدني حضرتك مثلا هل كنت سبق سنك مثلا لان تول نازل الوقتي بيتكلموا عن الزكاء الاصطناعي وابتكاراته هو شلون الاستفادة منه نعم هل ده يعتبر مثلا حضرتك كنت سابق عصرك مثلا ان تختار التخصص من قبل تلاتة وثلاثين سنة هو في الوقت اللي انا فكرت ان انا ادرس ما كان فيه الا ثمان جامعات في العالم القادمة اوكي هل كان فيهم جامعات عربية ولا هم كلهم جامعات ولا مالجامعات العربية كلهم جامعات اجنبية كلهم جامعات اجنبية كلهم جامعات اجنبية نعم وعلى هزا الاساس انت حضرتك وورح علشان اقدرس التخصص وقدمت للتخصص كانوا محتاجين بعض المواد الاساسية اللي انا مخذيتها نعم فصرت شوية في ورطة أن شلون أقدر أعوض عن المواد اللي ما خذيتها فتميت أدرس مواد الصف وفي نفس الوقت المواد اللي أحتاج لها المعلومات الإضافية اللي أحتاج لها للدراسة في الصف ما كنت أخبرت البروفيسور بهذا الموضوع بس كنت أساويه بروحي سرعا أني أنا أدرس بعد المواد البرمجية بس هو اكتشف هذي الشي لأنه ما أذكيت وبعد ما اكتشف نداني المكتب وقال لي أنا عارف أنتيش قاعدة تسوين والصراحة أنا قاعد من بهر من الدرجات اللي قاعدة تحصلينها ما شاء الله حضرتك حصلتي على الماجستير درجتي في الماجستير كانت 4.2 بيرفكت 4.2 من 4.2 ما شاء الله ودرجتي في أعطاني امتحان اسمه جامعة ما تعطي شغدة الماجستير إلا إذا الواحد امتحنه امتحان عام في كل علوم الماجستير في التخصص نفسه فهو امتحان مفتوح وليس محدد نعم فالامتحان مدته 8 ساعات نعم قدمت الامتحان وحصلت في 1.2 ستودنس حصلوا سوبيرير لدرجة رئيس الجامعة كنم الوالد وقال لك بنتك لازم تدرس الدكتوراه عندنا ما شاء الله بنتك تدرس الماجستير في الجامعة بعد الماجستير سنتين بعدها انخطبت وتزوجت وابو إبراهيم ما قصر وهو اللي قصر أنه لازم أخذ الدكتوراه ما شاء الله هناش في طريق جدا ابتديت حضرتك بقى رحلة الدكتوراه لا وازاي حضرتك استطعت توفقي ما بين الأسرة وما بين الدكتوراه ومعضور شيخ نواف بن إبراهيم الخليفة آه ما شاء الله لو الله ما أقدر وما شاء الله هو أني أصهر أن أنا أدرس الدكتوراه رافقني هو درس الماجستير وأنا درست ابتديت السنة التحضيرية للدكتوراه خذيت الدكتوراه على أساس one year full time وبعدها تحول لpart time وليس distance learning part time اللي اسلوب معاملاتهم للي يشتغل فتموا يطلبوني هناك تقريبا كثلاث أربعة تسابيع أسافر لهم كم يوم ورجع تمام فبالنسبة حق التوفيق خلال السنة اللي كنت موجودة فيها هناك أبو إبراهيم مقصر لأن كان عندنا أولاد أولادنا الأثنين وكننا نوديهم الحضانة الحضانة اللي جنب الجامعة وكنت أدرس ورد أخذهم الحضانة فكان فيها عناء بس فيها دراسة وفيها التطوير للذات ما شاء الله وأبو إبراهيم ما كان مقصر ما شاء الله وكلّلت جود حضراتك بأنك حصرت على الدكتوراه الحمد للنا لاحظت وأنا أتابع ما شاء الله أصيرت حضرتك الزيتية لعنا نرى أن التخصص كان بتاع حضرتك في ملكة الاختيار لدى الإنسان نعم، 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 صغيرتك، كالتهم بالذات بنفس المعروف، بسطة نعم، 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 نعم المقصوم بهذا الأمر أو نبزة بسيطة عنه؟ لأن أساس تفكير الإنسان هو قدرة على القرار وبالذات في إذا فإنه يعني النتيجة تعتمد على السبب السبب والنتيجة فهذه يسمونها الـ if instruction if then هذه من أساسيات أي قرار يتخذ أي إنسان في أي فترة من حياته فخلال بعض الدراسات اللي تبع الكوغنيتف سايينس وليس السايكولوجي مبعد النفس اللي هي علاقة بدراسة أسلوب عمل العقل لقوا بعض الأخطاء اللي يرتكبها الإنسان اللي هو ما يتبع خطوات المنطق الاستنتاج المنطقي بدقة وخذيت تأثرت من هذه الشي لأن تطبيق الذكاء الاصطناعي لنوعين من التطبيق التطبيق الاستنتاجي اللي كانوا يطبقوا عليه البرولوغ اللي لقيت في الثغرة والتطبيق الثاني اللي هو البرمجة النيورال نتس اللي الحين مساوي ثورتها تمام فكرة حضرتك افتيار هذا العنوان كريم في شيء وراءه في قصة إيه السبب الاختيار حضرت للانوان بالتحديد يعني الشيرة في موضوع الاستنتاج لأنه هي من الأخطاء الشائعة عند البشر وصارت عليها دراسة مستفيدة لعدد كبير من السنوات وما وصلوا للنهاية بس يمكن واحد من السبب أن حيرني السؤال ليش الإنسان يخطئ بشكل مستمر فيه ومع قراءتي للقرآن تأثرت بجملة معينة صبغة الله ومن أحسن ومن الله صبغة صبغة فاستنتجت منها أن الإنسان يتأثر بالتصنيف الألوان داخل الجمل وبعدها أتحاجون فالكلمة الحجياتها بعد الصبغة قلت ليش ما أجرب أخذ هذه الشيء لمحير العلماء وضيف للون وبسبب إضافة اللون اطلعت النتائج مغايرة تماما لما كانوا دائما يتوقعون وقدرت أحصل على الدكتوراه الحمد لله أنا أول بفضل القرآن كريم ما شاء الله اعتبروها مثل الاكتشاف أنه يأثر على أسلوب القرار ما شاء الله على مدار حرزك مسارتك العلمية والأكاديمية طويلة والمتميزة كان فيه تطبيقات وذكرات حضرتك قدمتها لو كلمنا على أبرز التطبيقات الإلكترونية اللي أنت حضرتك قدمتها يون جماعة قير ربحية وقالوا أننا نسوي نوع من التطبيق اللي يدعم المرأة المعنفة في المنزة بدون إخراجها من المنزة فأهم عندهم مثل الخطة أن أهم يتلقون المكالمات ويرسلون بعض وسائل الدعم من بينها بعض الأكل يعني مثلا وسيلة مواصلات وغيرها على حسب احتياج المرأة بس كان عندهم عدة اشتراطات صعبة تقنيا مثلا يبغون التطبيق ما يبين عليه مهمته فكان عليه مثل الماسك يظهر كأن تطبيق آخر وهو من داخل تطبيق لدعم المرأة المعنفة الشيء الثاني كانوا يبغون أن المتطوعات اللي يعني يتلقون المكالمات ممكن يكونوا في أي بلد في العالم لأن يبغون يفتحونه ويقدرون المتطوعات يقررون إذا إنهم بيرسلون خدمة إلى مرأة معينة وبدون ما يستعرفون مثلا المعلومات الحساب البنكي للجمعية الداعمة فهذه كلها كان فيها تحديات تقنية إنهم ينزلون التطبيق وشدون يقدرون يرسلون الدعم إلى المرأة المعنفة بدون ما يعرفون المعلومات الحسابات البنكية فإحنا قدرنا نحصل لهم على وسيلة تطبيق كان فيها تحدي بس الحمد لله الله وارفقنا إننا نحن نقدر نشتغل على الموضوع والحمد لله حين الموضوع هل فيه تطبيقات تانية حضرتك ولكن ده أبرز التطبيقات هذه واحد من الكبار فيه بعد تطبيق ثاني قاعدين يشتغلون عليه مجموعة من الشباب البحرينيين اسم تخليص بعد هاي شركة ناشئة ثانية وهدفهم إنهم يسوون برنامج يوفر لأي شخص يبي يسوي معاملات حكومية يوفر لخدمة تخليص إنه يخلصون أوراقهم فيسمحون للمؤسسات اللي تقوم بهذه الخدمات بعرض خدماتهم عبر التطبيق هذه بعد فكرتهم ممتازة وفيها تسجيل حك أكثر من جهة لو تكلمنا عن براءات الاختراع اللي حضرتك وانتي وسنك لتياه باسمك عندما نظر نوم برنامج لما تذكر سياحة الإنترنت هذه رياضية أساسا لها علاقة بالعمليات الرياضية المتكررة التي تؤدي إلى حالة استقرار أو حالة استقرار الحقيقة تكريم المجلس على المرأة كان سباق لحضرتك دايماً في جوائزك والدراسات التي تحصل عليها أو براءات الاختراع لو تكلمنا على هذا الأمر بالنسبة لدعم المجلس الأعلى للمرأة لحضرتك وطبعاً ساحذة سمور الملكين أميرة سابيكة بنتك واهين دعم المجلس الأعلى يعني لا يشابه شيء أنا حسن على الأرض يعني ما شاء الله عليهم يعني أهما أنفسهم ايون لنا يشجعوننا ويدعموننا ويعني يحاولون يشجعوننا أن نحن نسوي أكثر شيء نقدر عليه تمام الجوائز لو عملنا يعني حصل للجوائز لحضرتك حصلتي على مدار مسيرة حضرتك نعم الحمد لله الحمد لله يعني كم جائزة تقريباً حصلتي عليها حضرتك لا أعرف فأنا محسبهم نعم في عرب ولا أحد ولا حد يعني أنت حضرتك أول امرأة عربية نعم تنضم الهزر المكموة نعم على حسب علمي يعني ما عرف إذا في أحد أول بحرينية وعربية يعني أنا دورتهم ما لقيتهم بس يعني الإنسان لا حدود علمه تكير طبعاً زي ما حضرتك فضلت بولتي يمكن جائزة التمايز لمرأة العربية دي كانت طبعاً رفعت اسم البحرين عليان وشاطفت البحرين والحقيقة يمكن نقدر نتكلم على التهنئة تهنئة صحيحة اسمه الملكي لأميرة سبيكة بنت براين الخليفة قرينة آهن البلاد المعظم حافظها بحكم قائدة عظيمة وهي ترسم الطريج وإحنا نمشي وراها لأن إذا صار الإنسان عنده قدوة بهذه الشكل يعني في صعب أوصفها بكلمات صعب أوصف شعوري بالدعم وبالتشجيع أكيد الدعم هذا بيكون حافظ لمزيد من الإنجازات والابتكارات والاختراعات أكيد بالإضافة لعمل حضرتك سيرة ذاكية تتضمن دور حضرتك في جمعية سيدات الأعمال البحرينية بحكم حضرتك النائب الأول نعم فخورة جدا تمام لو تكلمنا نفزة عن دور حضرتك والإسهامات التي تقدمها للجمعية نعم نفزة بسيطة عن هذا الفكرة جمعية سيدات الأعمال هي لدعم سيدات الأعمال في البحرين وبناء علاقات بين سيدات الأعمال في البحرين وبين الدول العربية ودول العالم نعم ودعم المرأة البحرينية بشكل عام في ريادة الأعمال وفي مساهمة في البناء الاقتصادي للوطن فالجمعية فيه وايد فعاليات وأنا أقوم ضمن هاي الفعاليات بالمشاركة بأكثر من شيء وحين يمكن إذا ممكننا أتكلم عن فعالية قادمة عندنا مثل المجلس بنسوي فكرة المجلس الاختصالي بتاريخ 4-6 في مقر الجمعية ودعينا مجموعة من المؤثرين والمؤثرات في البحرين ومجموعة من رواد الأعمال فإحنا نحاول نجمع الناس مع بعض علشان نشجع على أن الناس تقوم بأعمال تجارية أن الله سبحانه يبارك لهم ويعني يربحون ويبنون اقتصاد البلد أكثر وأكثر نعم كافية إن شاء الله تتكلمنا عن الأسرة نعم عايزين تتكلم عن القانب اللي هم حاجة الناس ما أتعرفوا كده تأخذنا ربزة بسيطة عن أسرة حضرتك عن الزوج والأولاد زوجي أعتقد معروف الشيخ نواف من إبراهيم الخليفة نعم 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 وهو قدوتي داخل الأسرة وقلوة العيان أسلوب عمله يعني من النوع اللي يركز على تقديم أعلى ما عنده ويشتغل بكلب وبساعات طويلة وما يشتكي نعم فأحنا كلنا أنا والأولاد نحاولنا نقتديبه كاد ما نقدف نعم ونحاول أن نحن نسوي مثل ما هو قاعد يسوي نعم تخصص هندسة معمارية الحمد لله صار عندنا المهندس معماري يعني تحققت أمنية حضرتك أمنية الوالد في إبراهيم أمنية كدوك ما شاء الله نعم الحمد لله يشتغل حين في شركة بتلكو والدي له صغير محمد متزوج وعنده ولد سواني جدة ربنا بارك ربنا بارك أيضا ويشتغل في البلدية رسالة أخيرة حضرتك توقيع للفتاة البحرينية طموح والعمل كلمتين الطموح لأن تقدرون تسوون أي شيء الفتاة البحرينية تقدر توصل لأعلى المرات خاصة في البحرين لأن في تشجيع أنا يوم كنت صغيرة كنت انتروفرت ولوني شأت في أي بلد خارج البحرين كان أنا نحي ما تكلم مثل ما نتكلم من طيبة أهل البحرين صرت أنا عادي أتكلم وسولف وأطلع وآي نعم كنت من عزلة بروحي بسبب طيبة الناس طلعت ما شاء الله الشيء الثاني العمل 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 اللي انطالع أن ينجح في شيء ما نطالع كم العمل اللي أتىه من قبله النتيجة البحث العلمي الأول اللي نشرته خذ مني سنوات طويلة إلى أن قدرت أنشق كان مستحينا سأل أن نشر في الصين وكنت أقول حق الشيخ لازم توديني أنا ما بروح بروحي يعني خاصة الصين في بيت الفترة كان ما كان وائد ناس يروعون لها كان توها يعني تووا الناس سمعوا أننا الصين وبيفكروني ويسافرون الصين فقلت له أنت توديني ولازم نروح لأن في حديث شريف يقول ابتقوا العلم ولو في الصين نعم وأنا قبل بحثي في الصين تمام فكان يضحك ورحم الصين تمام أسعاد الشيخة بنشكر حضرت شكرا جزيلا أنا على أصدقاء المسماز واللقاء الطيب ونتشارب بحضرتك بينك إن شاء الله الله يسلمك مشهور شكرا جزيلا شكرا جزيلا